نروح من الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة والنهاردة إن شاء الله حيتم الإعلان عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بوعبع الأسرة المصرية إن شاء الله يبقى سنة سهلة وبسيطة على كل المصريين والممتحنين ده حيكون إن شاء الله ساعة ستة مساء ولأهالي مدينة محافظة الأليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأليوبية أعلنت النهاردة يتم قطع مياه الشرب عن مدينة أهى من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء وده عشان أعمال السيانة وغسيل الشبكات كمان نروح لكرة القدم وفريق الإسماعيلي بقيادة المدرب إيهاب جلال حيخوض مباراة ودية مع منتخب فلسطين للشباب لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدور العام لكرة القدم نهاردة كمان منتخب ألمانيا هيواجه منتخب إنجلترا على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن وده في دور 16 من المنافسات دور المجموعات في أمم أوروبا يورو 20-20 في تمام الساعة السادسة كمان منتخب أوكرانيا هيواجه السويد السادسة ترجمة نانسي قنقر